يبدو أن الهدف الروسي الأكبر خلال هذه الساعات هو دخول العاصمة السياسية الأوكرانية كييف لكن كيف وبأي طريقة؟ اليوم ضيقت القوات الروسية الخناقة على العاصمة وعلى محيطها في اليوم الثاني من اجتياح أكد الجيش الأوكراني أنه سيبذل أقصى جهوده لصده فيما دعاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تولي السلطة وقال بوتين مخاطبا الجيش الأوكراني في كلمة نقلها التلفزيون الروسي تولوا السلطة ويبدو لي أنه من الأسهل التفاوض بيني وبينكم فيما عاد الحديث عن موجات لنزوح واستفرار أكثر من خمسين ألف أوكراني خلال ثمانين وأربعين ساعة وفيما تحولت العاصمة كييف إلى ثكنة عسكرية مغلقة ظهر الرئيس الأوكراني زيلينسكي وسط قيادته في الشارع برسالة تدمج بين القوى والتحدي وشحذ همم مقاتله موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة . Всемلام FOREIGN! إليدي الشركات Assistant. idols pil templisterali. الالتاع أياس دates. بسم الله flagship هنا ون respectfully هنا. لابحذة. نسبة للمسيلاك umana. نفسي نفسي أكثر من أجلنا ونفسي نفسي أكثر من أجلنا أكثر من أجلنا أود أن أتوجه إلى العسكريين الأوكراني يجب عليكم عدم السماح باستخدام المدنيين والأفراد كدروع بشرية أرجو منكم إدارة السلطة في البلاد أعلم أن الشعب الأوكراني الآن رهينة وأنا أقيم دور العسكريين الروس وما يقومون به وتنفيذهم للخطط العسكرية الرامية لضمان أمننا شش، تيخا، تيخا موسيقى 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 قالت وزارة الدفاع البريطانية أن الجيش الروسي يحاول تقدم نحو كيف من محور جديد بعد فشله في سيطرة على مدينة تشيرنيهيف وقال إن القوات الروسية لا تزال على بعد أكثر من خمسين كيلو مترا عن مركز العاصمة فيما تشهد الضواحي الشمالية لكييف اشتباكات متقطعة كما أكد مسؤول عسكري أمريكي أن روسيا تواصل ضرب أهداف عسكرية أوكرانية على نطاق واسع إلا أن تقدمها صوب العاصمة كييف أبطأ مما كانت روسيا تتصور فيما لا يزال الجزء الغربي لأوكرانيا هادئا وكشف أن القيادة الأوكرانية لا تزال تعمل بفعالية والتقدم الروسي نحو خاركييف ما زال غير محسوم مضيحة أن القوات الروسية لم تسيطر حتى الآن على أي مراكز سكانية أوكرانية كما أضاف أن بوتين يريد الإطاحة بحكومة أوكرانيا وتعيين حكومة موالية وروسيا لم تبدأ الهجمات الإلكترونية بكل قوتها بعد ونفى مشاركة أو وجود مقاتلات أمريكية في المجال الجوي الأوكراني مقعت aktوريين المأكور أي وبكذا الكبور استجرب لعنا كل طوقات أخير اشتركوا في القناة انقضاض الجيش الروسي الخاطف على المواقع العسكرية الاوكرانية في المجمل كان على ثلاثة محاور نستعرض وإياكم مشاهدين الكرام خارطة العمليات الروسية بحسب ما نشرت وزارة الدفاع الروسية البداية بدأت مجموعات من القوات الروسية المدعومة بغطاء جوي كثيف بالتدفق عبر حدودها من روسيا وروسيا البيضاء من الشمال والشرق أما الانزال الجوي كان عن طريق البحر من البحر الأسود وبحر أزوف على ساحل الجنوبي مدينة خاركييف التي تعد ثاني أكبر مدينة أوكرانية طالها الروسي من ثلاث جهات أراضي إقليم دونباس والحدود الروسية والبيلاروسية القوات الروسية دخلت مدينة خيرسون ومن ثم أوديسا ونيكولايف انطلاقا من سيفاستيبول الروسية بشبه جزيرة القرب اقتحام مدينة تشيرنيغوف التي سهلت دخول القوات الروسية إلى ضواحي العاصمة كييف جرت عمليتها من بوابة بيلاروسيا الكماشة الروسية اليوم باتت على بعد تسعة كيلو مترات من البرلمان الأوكراني بعدما بسطت قبضتها على منطقة أبولون الشمالية بضواحي كييف وهذه المنطقة تبعد فقط أربعة عشر كيلو متر عن قصر مارينيسكي المقر الرئيس للرئيس الأوكراني في حين يبعد مطار أنتونوف العسكري في منطقة غوستوميل بضواحي كييف عن الرئاسة نحو ثمانية وأربعين كيلو مترا غير أن مقر قيادة الجيش الأوكراني الواقع بمدينة كاراماتسورك شرقية البلاد فيبعد عن العاصمة كييف ستة مائة وثمانين كيلو مترا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أنه تمت إضافة الرئيس الروسي ووزير خارجيته سيرجي لفروف إلى قائمة العقوبات الأوروبية بشكل رسمي الساد من سيريا، لوكاشينكو من بيلوروس وآن بوتين من روسيا دعا ألمين العام لحلف الناتو يانسي ستولتنبرغ روسيا لوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا والتي وصفها بالحرب العبثية ودعا موسكو للعودة إلى طاولة الحوار روسيا مزقت السلام في أوروبا والشعب الأوكراني يقاتل من أجل حريته في مواجهة العدوان الروسي غير المبرر ونحن نأسف للخسارة المأساوية في الأرواح والمعاناة البشرية الهائلة والدمار قلوبنا مع من قتلوا وجرحوا وشردوا ندعو روسيا لوقف هذه الحرب العبثية ووقف هجومها فورا وسحب جميع قواتها من أوكرانيا والعودة إلى مسار الحوار والابتعاد عن العدوان أهداف الكريملين لا تقتصر على أوكرانيا فقد طالبت روسيا باتفاقيات ملزمة قانونيا لوقف توسع النيتو وإزالة القوات والبنية التحتية من الحلفاء الذين انضموا إلينا بعد عام 1997 نحن نواجه حالة جديدة في الأمن الأوروبي حيث تعترض روسيا صراحة على النظام الأمني الأوروبي وتستخدم القوة لتحقيق أهدافها سيحاسب العالم روسيا وبيلاروسيا على أفعالها روسيا هي المعتدي وبيلاروسيا عنصر مساعد قرر الرئيس بوتين بمواصلة عدوان على أوكرانيا خطأ استراتيجي فاتح وستدفع روسيا ثمنا باهظا لسنوات قادمة إذن مشاهدين قبل أن نبدأ الحوار مع ضيوفنا مسؤولون يبلغون الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن سقوط العاصمة الأوكرانية كيف سيكون قريبا هذا العاجل يظهر على شاشة الحدث الآن لمناقشة الملف الروسي الأوكراني ينضم إلينا من بيروت الباحث السياسي يوسف مرتضى من لندن ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد القواص مرحبا بكما وكذلك ينضم إلينا من كييف الأكاديمي والمحل السياسي البروفيسور خليل أعزيمة مرحبا بكم جميعا أبدأ من عندك يا أستاذ يوسف لأسأل سقف العملية الروسية في أوكرانيا أين سينتهي؟ مساء الخير أولا مساء النور حسب معطياتي العملية تنتهي بتغيير القيادة في كييف وبعدما سمعنا الرئيس بوتين بوصف زيلنسكي وحكومته بمجموعة الحشاشيين والذين يتعاطون المخدرات هذا يعني لا يمكن أن يجلس معهم إلى طاولة الحوار وهو يدعو وزارة أو الجيش لتسلم السلطة ويحضر يانكوفيتش في موسكو مع قادة عسكريين أوكران لاستلام السلطة والتحضير الانتخابات جديدة وسلطة جديدة طبعا تحت رعاية روسيا طبعا هذه المشهدية نحن عرفناها أيضا في أماكن سابقة في الشيشان مثلا مع قديروف وإلى ما هناك وعمليا أنا حسب معطياتي أيضا أن العملية العسكرية ستستمر ولكن لن يدخلوا إلى المدن الكبرى يعني بوتين سيتحاشى الدخول عسكريا إلى داخل المدن الكبرى خاركوف وكييف والمدن الشبيهة خشية التصادم مع مقاومة داخل المدن ولكن سيبقي على حصار المدن من الخارج والمفاوضات والضغط على القيادات العسكرية المحلية في إطار كل جبهة للانسلاخ عن القيادة والتفاوض معها تحضيرا للتغيير الداخلي وهذا ما يجري ترتيبه خلال هذه الفترة طيب دكتور محمد ماذا وراء دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للجيش الأوكراني كي يتسلم السلطة أولا كما طبعا تحياتي إلى كل زملائنا الضيوف هذا هو الهدف الروسي هو تغيير هذا النظام وبالتالي الطلب من الجيش الروسي أن يستلم هذه السلطة مقدمة لتغيير هذا النظام بمعنى أو بآخر كل الكلام الحالي الذي جرى ترويجه خلال الساعة الأخيرة عن مفاوضات قبل بها الرئيس الروسي نتيجة الضغط الصيني ربما وبعد ذلك الخلاف اللوجستي حول مكان هذه المفاوضات كل ذلك على سبيل الاستهلاك الدولي نوعا ما لأن الأهداف التي أعلنها الرئيس بوتين وهي ليست أهداف سرية وليست اكتشاف الـ CIA هو أقال أنه لا يعترف بهذا البلد لا يعترف به بلدا ولا يعترف به مستقلا ولا يعترف بقراره أن يكون مستقلا عن القرار الروسي هو ينفس الأجندة التي أعلنها ويبدو أن هذا العالم ربما يكتشف لاحقا أنه ربما قد يغض الطرف أو أنه متواطئ بشكل أو بآخر ثانيا عندما تعلن الولايات المتحدة أن القوات الروسية تواجه مقاومة أو أنها بطيئة في الدخول إلى كيابة أو أنها لم تدخل إلى المدن يفترض أن أي شخص له الحد الأدنى من العلم العسكري يعرف أن الجيوش عندما تدخل إلى دولة تسيطر على المفاصل الأساسية بين المدن ولكنها لا تدخل المدن قبل أن يستطب الأمر إما بتغيير النظام وإما بإدخال أنصارها للتعامل مع أي مقاومة داخلية سواء كانت سياسية وعسكرية لذلك أعتقد أن أوكرانيا أصبحت خارج الحسابات إلا إذا كان هناك مفاجأة وإلا إذا كان هناك تأكيد روسي وأنا أعتقد أن التواصل مع الرئيس الروسي ما زال متواصلا من قبل الغربيين إذا كان هناك تأكيد من القيادة الروسية أن عملية أوكرانيا تنتهي في أوكرانيا وليس هناك أي تداعيات على بقية دول الناتو لذلك هذا الناتو يرسل بقواته لدعم دول الناتو لكنه حتى الآن يكتفي بالإشارة إلى الاستنكار والانتعاد والإدانة لما يجري في أوكرانيا وليس أكثر من ذلك طيب، بروفسور خليل ماذا سيقدم الناتو لأوكرانيا بعد العملية العسكرية الروسية؟ تحياتي لكم ولمشاهدين الكرام وليضيوفك الكرام أهل النساء بالتأكيد أعتقد أن هناك تطمينات روسية إلى الناتو أن العملية ستنتهي في أوكرانيا وهناك أيضا تطمينات وعلنية هي من الناتو أنه لن يدخل في أي معارك في أوكرانيا وهذه تصريحات كانت قبل العمل العسكري من بداية الأزمة ونسمع التصريحات أنه لا نية للولايات المتحدة بإرسال القوات لا نية للناتو بالتدخل حتى أن البايدن ذهب إلى أبعض من ذلك عندما طلب من الرعاية الأمريكان بالإجلاء قال لهم لن نرسل أي جندي لعملية الإجلاء هذه كانت تقرأ في ذلك أن هناك بالفعل كما قال زميلنا أن بالفعل هناك ضوء أخضر لهذه العملية والآن المفاجأة عند الولايات المتحدة أن العملية لم تنتهي بسرعة كما قالوا أن خلال 24 ساعة تنتهي العملية لذلك الناتو لن يقدم شيء لأوكرانيا والآن القيادة الأوكرانية تشعر بخيمة الأمل من المواقف الدولية والمواقف الناتو وهذا شيء طبيعي أن يقبل أو يدعو زيلينسكي إلى الحوار مع بوتين هناك الهدف الأساسي الآن لبوتين وهو لطاحة بزيلينسكي وقلناها سابقا حتى على قناتكم قبل الحرب حتى إذا تذكروا أنني قلت أن الخطة الروسية هي الدخول إلى أوكرانيا وروسيا تعترف فقط أن الرئيس الأخير الشرعي لأوكرانيا هو يانوكوبيش وهي ستجلب يانوكوبيش لاستلام السلطة ويمكن بعدها أن يعلن عن انتخابات مبكرة للبرلمانية ورئاسية بعد أن تقوم روسيا بتنظيم الأمر بحيث تكون تشكل أغلبية نيابية موالية يمكن أيضا العودة إلى إحياء حزب الأقاليم وبحيث تكون هناك قيادة موالية لروسيا ونزع القدرات العسكرية كاملة للجيش الأوكراني بمعنى آخر السيطرة الكاملة الروسية على أوكرانيا سياسيا ويمكن أن تكون حتى جغرافيا في المستقبل بضمها أو بتشكيل اتحاد معين ما بين روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا طيب أستاذ يوسف ستكون هناك قواعد تعايش ما بين روسيا وحلف النيتو في أوروبا الشرقية بشكل مختلف عن السنوات التي أطاحت بالرئيس الأوكراني السابق الموالي لروسيا ومجيء زيلينسكي أنا بتقديري أن الغرب مرتاح جدا وأعتقد أنه لدي خشية من أنه يكون أيضا كتساهم في طورية بوتين بهذه العملية لأنه كما سمعنا سابقا أنه خلال الأسبوعين كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي تحدد أوقات الهجوم الروسي على أوكرانيا والروسيا نفونا ذلك واليوم بعد دخول روسيا أنا أعتقد سيمدون الأوكران بالدعم وممكن أن يطيلوا المقاومة الأوكرانية للوجود الروسي في أوكرانيا بهدف استنزاف روسيا كما حصل في أفغانستان كما يحصل في سوريا وبالتالي هو استنزاف لقدرة روسيا عمليا على الأرض ومع الحصار الاقتصادي والمالي على روسيا والهدف الاستراتيجي عند الأمريكي هو استتباع روسيا لإدارة الولايات المتحدة للعالم وهذا من جهة من جهة أخرى يعني اليوم أنا أعتقد أمريكا حققت مكاسب كبيرة في هذه العملية المكسب الأول وعندما يرتفع سعر النفط إلى 105 دولار للبرميل هذا يؤثر كثيرا على اقتصاد الصين من جهة وهي الخصم الأساسي لأمريكا اليوم اثنين هذا يؤمن للأمريكيين إمكانية تسويق نفطهم من الغاز الصخري وغازهم من الغاز الصخري لأن كلفة الانتاج عندهم عالية في الأسعار المخفضة للنفط لم يكن يستطيعوا استثمار هذه الطاقة ثلاثة هذه لأول مرة وأنتم تعلمون أن بعهد ترامب كان بوتين يرتاح كثيرا لسياسته ذات التوجه القومي تحت شعار أمريكا أولا وبالتالي هذا يعني انفضاد الحلف الأطلسي وترامب أوقف عمليا تمويل الحلف الأطلسي اليوم بايدن الذي كان شعاره في الانتخابات ولكنه قال في الوقت الذاتي أستاذ يوسف تعود لإدارة العالم نعم ولكنه قال الرئيس السابق أنا أقول أنه عاد القبضة في زمنه لم يكن يستطيع أن يتخذ هذه الخطوة الرئيس بلاديمال بوتين ولكن اليوم بايدن بهذه السياسة وبتورط روسيا في هذه العملية أنا رأيي استطاع مجددا أن يحكم قبضة أمريكا على أوروبا وأن يعزز انتشار أمريكا بالدول المحيطة بروسيا التي خرجت من الاتحاد السوفيتي أستونيا وليتوانيا والأتويا غدا البلدان أخرى وبالتالي من هذه الخلفية أنا رأيي كمان روسيا وأن كانت اليوم تحقق أمنا زاتيا بالمباشر ولكن على المدى المتوسط والبعيد هذا قد يحاصل روسيا وقد يؤدي إلى أيضا يعني عواقب وخيمة على الاقتصاد الروسي وعلى استراتيجية روسية طيب دكتور محمد رئيس الوزراء البريطاني بروس جونسون اليوم اتصل بالرئيس الأوكراني وقال له بأن بريطانيا ستواصل دعمها لأوكرانيا شكل هذا الدعم في الأيام المقبلة أولا يعني في اللحظة التي دخل فيها الرئيس الروسي وأنا أقول الرئيس الروسي فقط لأنه عندما أعلن هذه العملية قال أمرت بهذه العملية لم يكن أن روسيا قررت أو الحكومة الروسية قررت أو وزاعة الدفاع وشخصيا أمر بهذه العملية وهو شخصيا بإمكاني وقف هذه العملية منذ انطلاق هذه العملية اختلف المزاج هنا في أوروبا قبل أسابيع لم يكن هذا الخبر الأوكراني على الصفحة الأولى في الإعلام الأوروبي كانوا مشغلين بأمور أخرى عندما دخل إلى أوكرانيا أصبحت الحرب حرب بريطانية وفرنسية وألمانية وأصبح الأمر داخلي وتحدي داخلي وأصبح هؤلاء الرؤساء يتوجهون إلى شعوبهم الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني ومستشار الألماني الشعب الأوروبي أصبح معنيا بهذا الشأن وأنا أعتقد أن الرئيس الروسي لن يتوقف عند أوكرانيا هو قال ذلك هو يتحدث عن مجد روسيا وعن أمجاد روسيا وعن قوة روسيا أيام كانت صوفيتية وقبل ذلك قيصرية وأنه لم يستطع أن يستوعب أو يهضم إمكانية أن تكون الدول التي كانت تحت الجناح السوفيتي جزء من الحلف الأطلسي حاليا لذلك هذا الغرب أخذ علما بهذه المسألة ولا يمكن لهذا الحلف الناتو أن يبرر استمراره هذه المرة إذا لم يتموضع بشكل جديد في مواجهة هذا الخطر الروسي ولاحظ معي أن هذا الخطر الروسي هو مفاجئ هم كانوا على ثقة بروسيا إلى درجة أنهم أصبحوا مرتهانين لروسيا في موضوع الطاقة ولم يكن يختل على بالهم أن هذه الطاقة قد تقطع أو تهدد من موسكو وكان كل التفكير أن التناقض الرئيسي للغرب هو في الصين لذلك هذا الغرب حاليا كما أشير إلى سؤالك وطبعا أشير إلى ما قاله الأستاذ يوسف أيضا أن هذا الغرب أيضا بإمكانه أن إذا ما قرر أن يحول أوكرانيا إلى أفغانستان أخرى يجعل من هذا البلد عملية استنزاف مستمرة يحاول قدر الإمكان بوتين تجنب ذلك بعدم الدخول داخل المدن وبعدم تعريض نفسه إلى هذه الأسلحة النوعية التي تم توصيلها إلى الجيش الأوكراني ربما في الساعات والأيام المقبلة قد نعرف أكثر شكل هذه المعركة وشكل الخروج أيضا من هذه المعركة ما يضمن لروسيا مصالحها وللغرب حتى الآن في هذه الجولة يصلوا إلى نقطة التوازن لكنها جولة هناك جولات أخرى طيب بروفسور خليل كان لافتا بأن الرئيس الأوكراني قال وصرح بأنه حاول الاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولكن لم تتم الإجابة عليه من وجهة نظرك ماذا كان سيقول له لو جاوبه الرئيس فلاديمير بوتين كان سيدعوه إلى الحوار حول النقاط الأساسية وهو قبل الاجتياح دائما وأكثر من مرة زيلنسكي حاول وطلب من اللقاء مع بوتين عبر الوساطة الألمانية والفرنسية ولكن كان الإجابة الرئيس بوتين دائما معروفة أن قبل الاجتماع يجب أن تكون نقاط الحوار محددة نتائج الحوار محددة وبشكل كامل محدد وهذا ما يرفض وأيضا يضع شروط لعدم الحديث عن استقلال الدنباس فقط لذلك كانت الشروط الروسية محددة أن تكون نتائج قبل الاجتماع وبالتالي لم يكن يحصل الاجتماع ودعونا نذكر أنه في إبريل نيسان الماضي كلف كل من رئيس مكتب زيلنسكي ورئيس مكتب بوتين بالتنسيق لتحضير الاجتماع في قمة ولكن هذا لم يحدث وفشلت تحضير هذه القمة أعتقد أنه من المستحيل الآن حدوث مثل هذا الاجتماع وحدوث مثل هذه الاتصالات لأن بلاديمير بوتين يعتبر أن بالنسبة له كما قال أيضا زيلنسكي في أحد توجهاته إلى الشعب أنه هو الرقم واحد المطلوب في أوكرانيا وأوكرانيا هي الرقم اثنين المطلوبة لذلك لا أعتقد أنه سيكون اجتماع لأن وجهات النظر مختلفة بشكل كبير وخاصة بعد العملية العسكرية ونؤكد هنا أيضا أننا نظن أن هناك ضوء أخطر إما أمريكي أو أوروبي على هذه العملية وعلى هذا التحرك سأسألك عن هذه النقطة بروفيسور خليل لماذا هذا الضوء أعطي وما المصلحة في ذلك إذا كانت التصريحات عكس ما تقوله أنت أستاذ يوسف وزير الدفاع الأوكراني يقول بأن روسيا في هذه العملية العسكرية ستخسر جنودا أكثر من أولئك الذين خسرتهم في حربي أشيشان هل يعني ذلك بأن الجيش الأوكراني ماضا في المقاومة حتى النهاية هو حسين يعني معروف تاريخيا طبعا العداء مستحكم بين الأوكران والروس يعني حتى للعام 1955 كان الأوكران يحاربون الجيش السوفيتي وبالتالي اليوم الغرب يراهن على هذا الحقد التاريخي الأوكراني في مواجهة الروس وإمكانية مدهم بأسلحة نوعية لتنظيم مقاومة داخلية في غرب أوكرانيا في كييف في بعض المدن الأساسية يراهنون على ذلك لتكبيد الروس خسائر كثيرة ونحن نعلم أن أحد أهم أسباب تفكيك الاتحاد السوفيتي هو الخسارة الكبرى البشرية التي حصلت في حرب أفغانستان وهناك حديث كبير عن حول هذا الموضوع وبالتالي قد يكون الغرب يراهن من أجل يعني إنهاء عقبة روسيا من أجل سيطرة أمريكا على العالم هو استنزاف روسيا بهذه الطريقة هل ينجحون أم لا؟ هذا أمر أيضا نتركه للمستقبل ولكن بدون شك أنا أعتقد أن هذه النية قائمة عند الغرب وبالتالي الإمكنات متوفرة وأعتقد أنهم يتمكنون من تشكيل أشكال من المقاومة التي يمكن أن تنتد إلى أعوام لن تنتهي الحرب في أوكرانيا خلال أيام وأسبوع أنا أعتقد أنها ستمتد طويلا طيب دكتور محمد إذا كان الرئيس الأمريكي بذاته عندما صرح وأعلن جملة العقوبات على شخصيات وكينات روسية قال بأن أثر هذه العقوبات سيأخذ وقتا طويلا طيب الرئيس الأوكراني يقول تركنا لوحدنا كيف يمكن أن يكون هناك يعني ثقة ما بين الطرفين في المستقبل علما أنه وعد بالكثير زلينسكي والله أستاذ حسين هذا سر كبير لا نعرف إذا وعد بالكثير أو لا لأنه فعلا على ماذا كان يعول الرئيس زلينسكي في هذا النفس الاستقلالي طبعا يعول على أنه رئيس شرعي ومنتخب وإن آخره هذا شيء مهم وأنه هناك رغبة أوكرانية بأن تكون مستقلة وخصوصا مستقلة عن القرار لأنه وعذرني هنا على المقاطع يا دكتور محمد واسمح لي مسألة الوعد جاءت كقراءة على تصريحاته الأخيرة بأنه تحدث مع كل زعماء قادة الناتو واحدا تلو الآخر من أجل انضمام أوكرانيا إلى هذا الحلف ولم يجبه أحد تماما هذا الذي كمان أريد هو طبعا مسألة الانضمام أوكرانيا يعني أثرتها من عام 2008 من عام 2008 حتى 2022 رفض الناتو رفض رفض هناك دول رفضت أن تنضم أوكرانيا إلى الناتو خوفا من استفزاز بوتين ومع ذلك استفز بوتين ودخل إلى أوكرانيا يعني كان خطأا أن الناتو كان ارتكب خطأا استراتيجيا تاريخيا كبيرا في أنه لم يفعل لم يفعل حتى الآن أنت لاحظت اليوم الأمير العامل لحلف الناتو يقول أننا سنرسل إلى كل دول الناتو لكن لأن أوكرانيا ليست تعود في الناتو فلا يمكننا أن نتدخل وبالتالي هذا منطق عسكري الناتو هو منظم عسكري يتصور أن هناك جيش عسكري لا يدخل إلى منطقة يأتي منها خطر فقط لأن هناك اعتبارات هذه الاعتبارات من ضمن احترام القانون الدولي في هذا الشهر فلذلك لدي هذا المعطى أنك لست جزء من الناتو وأن الدول منذ جداية الأزمة خرج تصريح شهير لجو بايدن يقول لن نتدخل مباشرة خرج تصريح آخر من بوريس جونسون وهو الحليف الأول في أوروبا للبلايات المتحدة قال لن نتدخل مباشرة فكل المعطيات كانت بيده هل كان ضحية قناعات شخصية هل كان موحى بها فعلا لا أعرف دكتور محمد اسمحلي سنستمع إلى مؤتمر الصحفي للبيت الأبيض ونعود إلى حوارنا نتابع لم يقم بمراعاة شجاعة وتصميم الشعب الأكراني نحن نثني على الشعب الأكراني لإظهارهم القوة وتصميم ردا على هجوم غير مبرر من قبل الكريملين وقد شاهدنا جنود الأكرانيين يظهرون شجاعة لا تصدق حيث أسقطوا الطائرات روسية ووجهوا الدبابات واحتفظوا بمواقعهم رغم الهجوم الوحشي يواصل الكريملين استخدام التضليل بما في ذلك تقرير مزيفة تزعم التستيلام عدد كبير من الجنود الأكرانيين موسكو تلجأ إلى الأكاذيب وفي جهد لضعاف عزم الجيش الأكراني والشعب الأكراني وهناك تقرير أيضا تشير إلى أن روسيا التحادية تهدد بقتل أسر الجنود الأكراني إذا لم يستسلم هذه تكتيات تقليدية وهي ترمي للتخفيف ولها صيلة بالكريملين وهي غير مقبولة هذه ليست المرة الأولى وقرر بوتين أن بوتين قرر أن بلاده يمكن أن يعتد على بدء آخر دون حساب هذه السمة لسلوك الكريملين المدمر روسيا التحادية هاجمت جورجيا في عام 2008 وهي تحتل أراضي في جورجيا على مدى عقود ولدها قوات في مولدوفا دون موافقة الحكومة المضيفة غدا ستنضم الولايات المتحدة روسيا لإحتفال بذكرى ثامنة لضم أوكرانيا من قبل روسيا في تجاهل القانون الدولي وسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها الولايات المتحدة تؤكد كما فعلنا بأن شبه جزير القرن هي أوكرانيا الشاب الأوكراني عاش سيقلالا 33 عاما وضع الشعب الإيراني رغبتهم في الحرية والسلام والأمن والكرامة الإنسانية ويواصلوا الأوكرانيون إظهار أنهم لن يعودوا إلى الوراء بينما نقترب من السبع ثالثة لإغتيال بوريس نيمسوف الوحشي ندرك أن الكثير من الروس يختلفون مع بوتين المواطنون الروس الذين يتظاهرون بسلام بما في ذلك في مسقط رأس بوتين والعشرات من المدن الروسية الأخرى في روسيا اتحادية يرفضون عنفه ضد شعب أوكرانيا ونحن نحترفهم احتراما كبير نحترم شجاعتهم وبطوليتهم وهم في شوارع يطالبون بأن الحكومة الروسية حكومتهم توقف هذه الحرب غير المبرر نرى أن هناك صحفيون روس ينددون بحرب بوتين التي اختارها هو هؤلاء الأشخاص الأشجاء في روسيا موجودون ويواصلون عملهم وتحركاتهم رغم قمع الكريملين وهذا أيضا هو سلوك معروف لبوتين عندما يتعرض تحدي من شعبه عندما يقول حقيقة فإن تكتيكه هو إسكاتهم الشعب الروسي كما قلنا مرت مرارا وتكرار ليس بأعدائنا نحن نحمل رئيس بوتين والموحيطين به المسؤولية في هذه الحرب ليس الشعب الروسي نقول كلا للحرب قال الرئيس بايدن منذ بدء هذه الأزمة أنه إذا ما اختار رئيس بوتين غزو أوكرانيا فإن التكلفة لروسي تكون فورية وعميقة لنظام المالي الروسي واقتصاده وقاعدته التكنولوجية وكذلك موقعه الاستراتيجي وطموحاته وسمعته في العالم أيضا والعالم شهد الآن أن بوتين اختار فهو رفض ديبلوماسية واختار الحرب ورئيس بايدن أعلن الرد حتى يكون واضحا هذا ليس هو النتيجة التي نريدها هذا ليس ما كنا نسعى لتفادي هذه مأساة للشعب الأكراني بناء على خيار الرئيس بوتين الذي قرر نيابة عن الشعب الروسي أنه قرار تخذه بوتين وبالتالي قمنا بفرد تداعيات كبيرة وتسليط الضوء على انتهاك الصارخ للقانون الدولي وهذا سيكون فاشل ذريع نظل متحدين مع حلفائنا وشركائنا في أوروبا والعالم في مواجهة الحكومة الروسية ومساءلة رئيس بوتين ومن يحيطون به أعتقد أنك أخطأت في الكلام هذا هي نتيجة التي صعيتم إليها نعم هذا صحيح هل لي أن أسألك عن هذا المقترح الصيني والذي يبدو أن الروس تلقفوه خلال الساعة بشأن المحادثات مع أوكرانيا في مينسك ما هي أو ما رأيكم بالجد ومباحثات كهذه سمعتنا أن أقول من قبل أنه على مدى سبيع قبل الأحداث التي شاهدناها موخرا في أوكرانيا والهجوم على سيادة وسلامة أوكرانيا وشعبه بأن موسكو قامت بجهد ديبلوماسي مزعوم هذا قبل بدء الغزو والآن نرى موسكو توحي وتقترح بأن يكون هناك جهد ديبلوماسي أمام فوهة بندوقية وكذلك صواريخ روسيا ضد الشعب الأكراني هذه ليست ديبلوماسية الحقيقة وهذه ليست شروط من ديبلوماسي نحن وحلفائنا دعونا لحل ديبلوماسي حقيقي منذ اليوم الأول رئيس زيلنسكي من جانبه تواصل مرارا مع رئيس بوتن خلال اليد الممدودة وقد وجه بالإسكات والقنابلة وكان رئيس بوتن جاد بشأن ديبلوماسية يعلم عليها القيام على أن يقف فورا الحملة ضد المدنيين ويعمر بسحب قواته من أوكرانيا ويوضح بجالة بطريقة لا لبس فيها للعالم بأن موسكو مساعدة لخفض التصعيد ولم نشهد ذلك بعد لم نشهد أي علامة على أن بوتن مساعد لخفض التصعيد وأنه يرغب في جاد الظروف التي تسمح بنجاح الدبلوماسي المساعدة المساعدة هي ليست مسألة مكان انعقاد هذه المباحثات إذن دون تغير ملحوظ من قبل الروس لا يمكن دعم أي مباحثات لأنها مسألة جوهرية لا تتعلق بمكان المباحثات ولا أعتقد ديبلوماسية في هذه الظروف يمكن أن تكلل بالنجاح فنلندا وسويد دعية للمشاركة في قمة النيتو في بروكسل في وقت سابق من هذا اليوم ووجه الروس تحذيرا إذا ما كان لهذين البلدين أن ينضم إلى حلف النيتو وأعلم أنه ليس خطة للقيام بذلك قال أن هناك سيكون هناك تدعيات سياسية على هذين البلدين لن أسألك فيما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية سوف تشجع أو تدعم انضمان فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلس ولكن ثمت شروط يجب التلبيتها من أجل الحصول على العضوية هل فنلندا والسويد في وضعهما الراهن يلبيان هذه شروط من هذا سؤال يوجه لحلف الناتو ولكن هناك مسألة جوهرية أكبر يلمح إليها سؤالك أي ما هو على المحكة في هذا الصراع أوضحنا من قبل بأن أوكرانيا هي شريك مهم لألويات المتحدة والمواطن وأوكرانيون هم شركاء للأمريكين ولكن المسألة أكبر بكثير من الصراع الإقليمي بين روسيا وأوكرانيا لأن أمر يتعلق بالمبادئ الجوهرية التي تم تقيد بها على مدى سبعين عاما ومنذ انتهاء الحرب الباردة وقد وفرت استقرار وسلم في العالم في أوروبا في منطقة المحيطين الهندي والهادي وهذا ما يهدده بوتين بالإضافة إلى سلامة أوكرانيا سلامة أراضيها وسيادتها وشعب الأوكرانيا ما يهدد به بوتين هو سهداف النظام الدولي مبني على القواعد ومن الأسس لهذا النظام هي الحقيقة الجوهرية بأن كل بلد يجب أن يحصل على حريته لتحديد سياساته الداخلية والخارجية وشركاته وتحالفاته وطموحاته أيضا هذا ما سعت بوتين للدوس عليه في أوكرانيا إذا ما كان عليه السمع لما يتردد فقد نعتقد بأنه يريد أن يتجاوز أوكرانيا سؤال بشأن فلندا والسويد وليس شأن بوتين أوكرانيا طبعا أوضحت بجلاء أنها تريد أن تنضم إلى النيتو لكن النيتو قال أن أوكرانيا ليست مستعدة بعد سؤالي هو إذا قلتم لا هل الفنلندا والسويد يلبيان شروط العضوية في النيتو هل ينبغي عليهم التقديم طلب العضوية غدا أو هل هل هذان البلدان ديمقراطيان بما فيه الكفاية لدفاع هل يدافعين عن حقوق الإنسان تعني وشير إلى ثلاث نقاط الأمر يعود فلندا والسويد لإتخاذ القرار فيما إذا كان يرغبان في الانضمام إلى النيتو أو أي حلف آخر موقفنا الصارم ضمن النيتو هو أن باب النيتو يظل مفتوح لكافة الدول التي تتمتع بالأهلية وثالثا إذا قدم بلد طلب العضوية هذا قرار يعود لحلف النيتو وليس لأي بلد آخر اتخاذه إذن أنتم لا تدعون عضوية أوكرانيا في النيتو أنت نفس قلت أن لا فلندا ولا السويد عبر عن رغبتهم في الانضمام إلى النيتو سؤالي هو فيما إذا كان هذان البلدان يلبيان الشرط أترك العمر لفنلندا والسويد لرد على سؤالك لقد فردت عقوبات على رئيس بوتين ووزير خارجته من قبل أوروبا وهناك تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على بوتين اليوم كما سمعتم الرئيس بلامس كافة الخيارات مطروحة على الطاولة وهذا يعني كافة الخيارات نحن ننظر عن قرب في الخيارات الإضافية التي قد تمارس ضغوط أكبر على روسيا الاتحادية ورئيس بوتين ومن يحيطون به ولكن أي تدابير إضافية سوف تضاف إلى سلسلة الخطوات التي تخذناها بمشاركة حلفائنا في الاتحاد الأوروبي وسوراليا وكندا وبلدان أخرى أعلن بالأمس ما يمثل أقوى سلسلة من العقوبات وتدابير اقتصادية أخرى لم ترفض على الإطلاق والواقع أنهم يردون على هذه الجمهور الهجوم غير مبر ضد الأوكرانيا هذا يعكس القوة في هذا الموقف إذن أي إجراءات إضافية سوف تستكمل معنا بالأمس بأن الأكبر عشر بنوك روسية تمتلك عشر ثمانين بالمئة من الأصول البنكية هي الآن تحت هذه العقوبات وكذلك مراقبة الصادرات تم فرض عقوبات بهذا الشيء من قبل وزار التجار هذا يمنع تصديق خمسين بالمئة من صديرات روسيا الاستراتيجية وحقيقة أن الحكومة الروسية الآن معزولة عن القروض السيادية والنخبة حول رئيس بوتين هم الآن تحت العقوبات وأي إجراء إضافة كما قلنا من قبل إذا ما وصل رئيس بوتر التصعيد سنقوم بشيء ذاته وأي تدابير إضافي سوف تضاف إلى هذه سلسلة طويلة من الخطوات التي تمثل الآن أقوى وأكثر الرد الأقوى والأكثر حزما من قبلنا ومن قبل حلفائنا أيضا سؤال متابعة مجالة فورن بوليسي أشارت إلى البنوك العاملة في أوكرانيا والمساعدة التي تحتاجها إذن ما هو عدد الأشخاص التي تتباحثون معهم وهل ترون أن هناك التزامات وجه هؤلاء الأشخاص وزير الخارجية وغيره أجروا اتصالات بانتظام مع الموظفين في سفارتنا في كيف سفرت معنا وتعلمين القيمة التي يوليها وزير الخارجية وفريقه للموظفين المحليين في أوكرانيا هم في صلب العمليات القنصلية التي نقوم بها أيضا في السفارات التي ما لها أن تعمل دون الموظفين المحليين في 24 من فبراير لجنة الموظفين المحليين بعث لنا رسالة في عقاب الهجوم غير المبرر ضد كييف ونحن ننظر الآن في كافة الخيارات القانونية المتاحة لنا والتي بوسعها أن تسمح لنا بدعمهم وهذا من الواضح أنه وقت صعب إذن مشاهدين نتابع هذه اللحاطة من الناطق باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس والذي يتحدث حول المواقف الجديدة فيما يخص ما اتخذته واشنطن تجاه روسيا وذكر بالعقوبات وأمور ونقاط أخرى في الجهة المقابلة في نيويورك كانت هناك جلسة لمجلس الأمن ولكن نستطلع فيما إذا كانت مستمرة أو تم تأجيل مع الزميل طلال الحاج مراز لحدث مرحبا بك طلال أهلا حسين بالضبط تم تأجيل هذه الجلسة ساعة كاملة حتى الساعة الحادية والعشرين بتوقيت جرينيش بعد ساعة من الآن أو أكثر بقليل والسبب هو أن المشاورات المكثفة تجري إلى هذه اللحظة وعلى قدم وساق بين الدول التي تخط هذا البيان وبين دول داخل مجلس الأمن مثل الصين التي يريدون إقناعها بعدم استخدام حق النقض أو الفيتو مع روسيا ضد القرار ويطلبون منها في واقع الأمر الامتناع عن التصويت حتى هذه اللحظة لا يوجد جواب واضح من الصين أعتقد أن الابتصارات بالعواصم وهناك التصارات بين العواصم بين روسيا والصين ودول الأخرى جارية على قدم وساق في هذه اللحظة ولذلك قاموا بالتأجيل الهند أيضا بدت صعبة جدا ويبدو أنها لن تصوت لصالح القرار ربما تمتنع عن التصويت ربما تصوت ضده مع روسيا وهناك دولة أخرى ثالثة داخل مجلس الأمن أبدأ صعوبات في قبول هذا القرار أرادوا من هذا القرار إظهار وحدة الصف داخل مجلس الأمن ولكن يبدو أن السفية الأمريكية تدرك الآن أن ذلك لن يكون بأغلبية 14 صوتا إلى 1 يبدو أن هناك تصدع في صف وحدة مجلس الأمن في هذه اللحظة حسين طيب ويمكن أيضا استخدام الفيتو من روسيا بالطبع لأن لديهم أكثر من 9 أصوات والطريقة الوحيدة لليقاف صدور هذا القرار هو استخدام الفيتو هل سيكون فيتو واحد أم اثنين من الفيتو من روسيا والصين هم يحاولون إقناع الصين بأن يعزلوا روسيا ويتركوها منفردة داخل مجلس الأمن في هذا الموقف ولكن يواجهنا صعوبات كبيرة ولذلك مدد لساعة أخرى بينما تدور المناقشات المكثفة بين العواصم وبين البعثات الدوليماسية هنا في نيويورك طيب ونحن بانتظار المزيد منك مراسل الحدث زميل طلال حاج من نيويورك بانتظار هذه الجلسة كما قال طلال بعد نحو ساعة تركيز المشاو في نفسي ونحن 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 المزيد المزيد ونحن العضل منحن منطف شكرا اذا مشاهدين نتابع هذه التغطية فيما يخص العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أعود وأرحب بضيوفي من بيروت الباحث السياسي الأستاذ يوسف مرتضى وأرحب بالكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد القواص من لندن وأرحب من كييف بالأكاديمي والمحل السياسي البروفيسور خليل عزيمة وانضم إلينا إلى هذا الحوار من واشنطن الدكتور إدمون غريب أستاذ العلاقات الدولية مرحبا بكم جميعا واسمحوا لي الضيوف الأكارم أن أبدأ مع الدكتور إدموند لأسأل عن الموقف الأمريكي الدكتور كيف يمكن أن يفسر ريثما يعود الدكتور إدموند يبدو أن الاتصال به انقطع بروفيسور خليل كنت تحدث بأن هناك تغاضي أو سماح من الغرب بهذه العملية العسكرية الروسية وأتيت على هذا الموضوع سريعا ما مصلحة هذه الدول بأن يسمح لروسيا بهذه العملية بعد سماع هذا المؤتمر الصحفي بالنسبة للإنارة عندك بروفيسور هي مرتبطة بالحالة الأمنية أو صفرات الأنذار كي يعرف المشاهد هذه القضية أليس كذلك؟ بالتأكيد بالصفات الأنذار والتعليمات في إطفاء الأنوار في ورتالي فقط على نور شاشة اللابتوب فقط نعم مرحبا بك أهلا بك إذن ستكون أعتقد أن الغاية الأساسية يبدو أن الولايات المتحدة تريد تضييق الخماق على روسيا اقتصاديا وإنهاكها اقتصاديا لإفشال مخططات معينة ولضرب النظام الداخلي في روسيا بالطبع هذا لو أن بالفعل كانت هذه العقوبات التي جاءت على لسان المتحدث وبالأمس أيضا إذا كانت هذه بالفعل حقيقية وقاسية وهناك التزام في هذه العقوبات فبالفعل يكون الغاية هي الطوريط من جهتين الطوريط في العمل العسكري وتبعيات هذا العمل العسكري والكلفة المادية الكبيرة لهذا العمل العسكري والحشود والثانية هي الضغط على الشركات الروسية وإنهاكها اقتصاديا أما إذا كانت هذه العقوبات مثل عام 2014 فهي لن تكون لها تأثير بالشكل الكبير ولكن أعتقد أن حتى لو كانت قوية يمكن أن تكون هناك الخروج من هذه العقوبات ومن خلال مافيات المال ومن خلال رجال أعمال خاصين وهذا رأيناه في عقوبات على دولة أخرى تعيش بشكل جامل ولم تؤثر عليها هذه العقوبات خلال السنين طيب دكتور إدموند مسؤولون عسكريون أمنيون أخبروا الرئيس جو بايدن بأن مسألة سقوط العاصمة الأوكرانية كييف سيكون قريبا جدا هي رسالة إخبار أو رسالة تحذير ماذا يطلب من العسكريين باتجاه رئيسهم هل تمت تحرك يرغبون به أو أن الأمر فقط إخبار أعتقد أن هذا الموقف وهذا الرأي إلى حد ما هو رأي أكثرية العسكريين الأمريكيين الذين في الخدمة الآن أو حتى عدد من الكبار العسكريين المتقاعدين الذين شاهدناهم وسمعناهم على شاشات التلفزيون البعض كان حتى يتوقع أنها خلال يومين أو ثلاثة يمكن أن تسقط كييف البعض يقول أنها قد تحتاج إلى فترة أطول ولكن إجمالا عندما تأتي المسألة للتوازن العسكري بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية وأنه حتى ولو حدثت مقاومة فأن الاعتقاد السائد بأن القوات الروسية هي أقوى بكثير وأن المسألة مسألة وقت قبل السيطرة على كييف إذا كان هذا هو فعلا القرار الأخير للقيادة الروسية يختلف يا دكتور إدموند رأي العسكريين عن الرأي التنفيذيين للرؤساء يعني منذ 2014 كانت هناك توصيات من كبار القادة الأمنيين للرئيس باراك أوباما عقب مسألة القرم ولكنه لم يحرك شيء يعني هناك اختلاف تباين لماذا هم يرغبون بالتحرك بشكل أكبر ولماذا الرؤساء يقفون عند حد معين؟ أولا أن هناك أجواء عامة في الولايات المتحدة هناك موقف متشدد تجاه الروس وهذا يعود إلى فترة قديمة وعلى الرئيس الروسي بوتين حيث أنه يتم إلى حد كبير شيطانته وشخصنة الصراع في وسائل الإعلام الأمريكية وطبعا هذا يعود إلى أن وقد اختلفت الرؤية بدأت تختلف ربما حوالي 2002 أو عندما كان هناك رأي إيجابي تجاه الرئيس الروسي والرئيس بوش تحدث عنه بإيجابية كبيرة ولكن مع الوقت وخاصة بدأ يبدو وكأن الرئيس الروسي يتحدى المواقف الأمريكية وهو يختلف عن مواقفه وتختلف عن موقف القيادات السابقة وخاصة قيادة الرئيس يلسن بدأنا نرى انتقادات متصاعدة ومتزايدة ولكن وصلت إلى مرحلة أكثر تصلبا في 2008 عندما كان هناك إعلان بودابست الذي تحدث عن ضم أوكرانيا وجورجيا إلى حلف شمال الأطلسي والموقف المتشدد والرافض طبعا من الرئيس الروسي وأصبحت المواقف أكثر صلابة بعد أحداث 2014 عندما قامت الحكومة الأمريكية بلعب دور في إسقاط النظام منتخب في أوكرانيا الرئيس يينكولفيتش صحيح أنه كانت حكومته فاسدة ولكن كل الحكومات الأوكرانية تتهم بأنها فاسدة وذلك بسبب معارضته للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وأنه أراد الحفاظ على العلاقة مع روسيا ورأينا ما الذي حدث بعد ذلك وانسحب من اتفاق التجارة مع أوروبا حينها وكانت هي نقطة التحرك الأوكرانيين أستاذ يوسف ستبقى معي دكتور إدموند لأسأل إذا كان الأمر هو عقوبات وردات الفعل تدور في هذا الإطار السؤال في الجانب الآخر المقابل الآخر روسيا هل استعدت لهذه العقوبات؟ انقطع الصوت طيب أسأل يا أستاذ يوسف تسمعني الآن نعم طيب تسمعني الآن اسمعتك طيب مسألة العقوبات هي ما أتت عليه ردات الفعل حول العملية العسكرية الروسية الأخيرة في أوكرانيا في الجانب الآخر موسكو استعدت لهذه العقوبات وكيف؟ أنا أعتقد تعليقا على مقالة أحد الزملاء أن عقوبات 2014 لم تؤثر في الاقتصاد الروسي وفي الدور الروسي اليوم العقوبات التي نسمع عنها التي تفرض حصار مالي على روسيا وتهديد بقطع السويفت هذا بدون شك يعني سيكون تأثير خطير جدا على الاقتصاد الروسي لكن أيضا سيكون له تداعيات عكسية على أوروبا تحديدا على ألمانيا على فرنسا على التزويد على تزويد الأوروبا بالغاز والبترول من روسيا وأقول أن الروس بصراحة أنا حسب ما أعلم من الثقافة الروسية لا أعلم إذا كانت لا تزال مستمرة حتى اليوم في الزمن السوفيتي سوسلوف زعيم العقيدة عضو المكتب السياسي في الحزم الشيوعي السوفيتي كان يقول أن روسيا الثقافة الروسية أن روسيا تكون قوية عندما يكون هناك قيصر وجوع عندما يجتمع الجوع بوجود قيصر فروسيا تكون قوية جدا وبالتالي مسألة العقوبات بدون شك ستكون مؤسرة ولكن اليوم العصبية القومية الروسية قادرة على التحمل إلى متى لا أعرف ولكن اليوم محاطب بوتين بمجموعة من رجال الأعمال بمجموعة من الرئاسماليين الذين يديروا معه البلاد هل يتحملون هذه العقوبات أم أنهم سيلجأون إلى الضغط على بوتين واليوم الغرب يحاول أن يغير بوتين أو يغير سلوك بوتين لإخضاعه كما كان يلتسن وللعلم الجميع أن من جاء ببوتين هو الغرب واتفقوا مع بوتين ليكون إلى جانب يلتسن ثم سلموه السلطة بعد يلتسن وأخذوا منه ضمانات أن لا يفتح معلفات الفساد ليلتسن وابنة يلتسن وهو التزم بذلك إلى وقت طويل إلى أن تحسن سعر النفط وإلى أن أصبحت قضية ليبيا ثم قضية سوريا فأخذ الموقف وصارت مسألة جورجيا سنة 2008 عندما كان رئيسا للحكومة وهجم على جورجيا وأخذ أبخازيا وأوسيتيا هذا مشهد يتكرر اليوم أعتقد أن الغرب يضيق زرعا اليوم ببوتين فهل سيتابع الغرب بالضغط ميدانيا عبر طوريتي بهذه العملية لتكبيد خسائر عسكرية وبشرية ومأدية وثم أطباق الحصار المالي والاقتصادي عليه لتغييره أو تغيير سلوكه سنرى في الأيام المقبلة والأشهر وأنا قلت هذه قد تكون عملية طويلة جدا الدلي تليغراف لا أعرف أن يصبح بوتين في هذه العملية طيب دكتور محمد الدلي تليغراف تتحدث وتنقل عن مسؤول بريطاني يعني نسأل إذا كانت هذه العقوبات ستؤثر على روسيا وكذلك في المقابل مسألة الطاقة إذا كانت ستؤثر على الدول التي كانت تستورد الطاقة والمشتقات النفطية من روسيا يتحدث هذا المسؤول البريطاني بأنه بدأ البحث عن بداء للغاز الروسي مسألة التأثير قلت لي قبل يومين لن تكون بشكل مباشر يا دكتور محمد ولكن البداء المتوفرة بداء المتوفرة لكن الوقت سيأخذ الموضوع وقتا طويلا وأعتقد أنه في حال حدث الصدام الغربي مع روسيا أو لم يحدث في حال يعني انتهت هذه الأزمة بحرب كبرى يعني أهم شيء ما تبرده يا دكتور محمد كن دفيان الآن أنت لا لا طبعا طبعا لذلك هذه الاحتياطات استراتيجية التي تؤمن لهذه البلدان عدة أشهر أعتقد ثلاثة أو أربعة أشهر بإمكانها أن تقطع موسم البرد وبدأ فعلا بإعادة التواصل على أي حال يعني الرئيس الأمريكي استقبل أمير قطر وهناك وفد أمريكي ذهب إلى السعودية وجرى اتصال بين الرئيس الأمريكي والرئيس والملك السعودي في هذا الشأن ولكن يعني كمان يجب أن نعترف أن هذا الغرب ليس الغرب الذي كنا نعرفه أيام الاتحاد السوفيتي هذا الغرب اختلق من قبل الصين عبر استثمارات بالميديارات داخل المؤسسات الغربية وداخل الولايات المتحدة واختلق من قبل روسيا عبر أيضا استثمارات كبرى كان هذا الغرب وبما فيها بريطانيا مرحبة جدا بهذه الميليارات بين مزدوجين المشبوهة التي كانت تدخل إلى الخزينة ناهيك عن هذا الأنبوب النود ستريم 2 الذي أغضب دونالد ترامب ورفض مصافحة المستشارة ميركيل حينها في هذا الشأن وهو طبعا أكبر خطيئة استراتيجية كيف ترتهن أنت أيها الغرب إلى البترول والطاقة الروسية حتى الآن السؤال الكبير في هذا الشأن ومنذ قريبا عندما تحدثتم إلى مراسلكم في نيويورك لاحظ هذا المشهد الدولي الموضوع ليس متعلق فقط بالصين هنا في الشرق الأوسط هناك بلدان على خلاف مع هذه الإدارة الحالية في الولايات المتحدة وهي ممكن أن ترى بهذا التقدم الروسي نوعا من توازن القوى الإدارة أيام دونالد ترامب كان دونالد ترامب يعني على صداقة حميمة مع فلاديمير بوتين وعلى خلاف مع المستشارة الألمانية أو مع الرئيس الفرنسي وأصبح لدونالد ترامب صديق آخر في كوريا الشمالية في كل الفكرة الغربية تصدعت وارتبكت على النحو الذي يستطيع الآن الصينيون والروس أن يتأملوا هذا الارتباك في مقاربة المشكلة الأوكرانية طيب دكتور إدموند البرلمان الأوروبي يقول بأن الاتحاد الأوروبي ويظهر العاجل الآن على شاشة الحدث قد يستثني روسيا من العقوبات فيما يخص نظام سويفت هذه القضية يعني تنم عن تباين بوجهات النظر ما بين الاتحاد والولايات المتحدة أو لا هذا التنسيق ما بين الطرفين أعتقد أن هناك شيء من التنسيق ولكن إذا رأينا إلى الحزمة الثانية أو بالأحرى الثالثة التي فرضتها الولايات المتحدة من العقوبات فأنها هي أيضا استثنة نظام سويفت الأوروبيين يعلموا بأن استخدام نظام سويفت سيكون له تداعيات كبيرة كما ذكر رئيس الحزب الديمقراطي الـ الديمقراطيين المسيحيين في ألمانيا أكبر حزب معارض في ألمانيا قال بأن استخدام هذا النظام قد نظام سويفت ضد الروس سيكون بمثابة استخدام قنبلة نووية اقتصادية وبالتالي فأن الأوروبيين أيضا سيتضرروا بطريقة كبيرة جدا وطبعا الروس ستكون ضربة قاسية لروسيا ولذلك نرى هذا التباين نرى الألمان أخذوا موقف واضح مرة ثانية ولكن لن أعلم إلى أي مدى سيلتزموا قبل كانوا مصممين على إبعاد نوردستريم الثنين عن العقوبات ولكن يبدو أن الضغوط الأمريكية أجبرتهم على تغيير موقفهم إلى حد كبير ولكن أعتقد أن ما نراه الآن هو أن هناك قلق أوروبي حقيقي من تدعيات هذه الأزمة الاقتصادية لأولا من ناحية العقوبات الغربية طبعا هناك كما ذكر ضيوفك الكرام والزملاء فأنهم هناك استعداد تهيئة لأن هناك مبالغ كبيرة شراء الذهب أيضا هناك شراء اليوان العملة الصينية هناك احتياطي كبير من ذلك بالإضافة إلى ذلك هناك أيضا الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع الصين الصين بالنسبة لشراء الغاز هناك اتفاقيات لمدة 25 سنة لبايع النفط والغاز إلى الصين وبالتالي فأن هذه أيضا ستكون مهمة جدا وخاصة أن هناك الآن السياسة الغربية دفعت الصين وروسيا إلى أحضان بعضهم البعض وبالتالي سيكون هناك تعاون طبعا هناك تباينات أيضا ولكن هناك تعاون لأنهم يروا بأن الغرب يشكل وخاصة الولايات المتحدة تشكل تهديد لهم بالإضافة إلى ذلك فإنه يجب أن لا ننسى أيضا أن الغاز بغض النظر حتى عندما زار الأمير قطر مثلا واشنطن كان هناك حديث عن مطالبة أمريكية برفع كميات الغاز القطري كيف سيصل يا دكتور إدموند يعني مسألة الغاز القطري تعيد سوريا جغرافيا إلى الواجهة لأنها الجغرافيا التي يمكن من خلالها أن يعبر إلى تركيا ومن ثم إلى أوروبا المسألة أليست صعبة في هذه النقطة بدون شك وحتى صعبة حتى بدون هذا الموضوع لأن قدرة قطر على إنتاج كميات كبيرة من الغاز وبسرعة تستطيع أن تساعد الأوروبيين مسألة صعبة أولا هناك كما قال الأمير القطري فإن قطر أيضا مقيدة لأن لديها اتفاقيات مع عدد من الدول الأسيوية وبالتالي أما الفائض فهو قليل لن يكفي وحتى لو كان تم وقف كل الإنتاج وتحويله من آسيا إلى أوروبا فلن يكون كافيا للأوروبيين هناك طبعا حديث عن أن أذربيجان قد تساهم وأستراليا قد تساهم والغاز من المتوسط وغير ذلك ولكن كلها لن تكون كافية وليس لا توجد الدنيا التحتية التي تسمح بذلك نقطة سريعة نقطتين سريعتين فضل والأوروبية والولايات المتحدة والصناعات المطووحة أيضا روسيا هي أكبر مورد زيت النبات القمح التي كانت روسيا قبل العقوبات كانت تحتاج إلى شراء النفط إلى استيراد النفط ولكن بعد العقوبات أصبحت أكبر مورد للقمح في العالم وخاصة الآن إذا استطاعت فعلا السيطرة على أوكرانيا فهذا سيعني بأن أكبر مصادر القمح ستأتي من روسيا ومن أوكرانيا وبالتالي سيكون هناك اعتماد على ذلك سيريالز يعني هناك عدة أشياء ستحتاج إليها الاقتصاديات الأوروبية والأمريكية إلى حدا ما حتى أن الولايات المتحدة تشتري 600 برميل من النفط الروسي يوميا والرئيس الآن سيفتح الغاز الاحتياطي من النفط لأن هناك مشكلة أساسية في الولايات المتحدة ارتفاع أسعار النفط بدأنا ردة فعل شعبية وليس فقط بسبب ارتفاع أسعار النفط وإن كانت هذه سريعة بل بسبب تضخم وارتفاع الأسعار إجمالا إذن هناك تحديات تواجه أيضا الاقتصاديات الغربية وليس فقط الاقتصاد الروسي طيب ستبقون معنا ضيوف الأكارم دكتور دموند بروفيسور خليل الأستاذ يوسف وكذلك الدكتور محمد سنعود إليكم بعد قليل بروفي وسائع أوغز داتهم بروفي يوم اللعين سيبرو dag سيبرودي سيبودي صفارات الإنذار يعود لمدن أوكرانيا مع استمرار الهجوم الروسي مئة ألف نازح داخل أوكرانيا وألاف غادروها إلى الخارج هربا من الحرب وفق ما أفادت الأمم المتحدة التي تتوقع أيضا أن يصل العدد إلى خمسة ملايين لم يترك الأوكرانيون حدودا إلا واستنجد بها شرقا وغربا سكان الشرق في دونباس حيث المنطقة الأم للصراع في الأزمة الأوكرانية غادروا حدود البلاد إلى روسيا الموالين لها بينما غادر سكان غرب أوكرانيا إلى الدول المجاورة مثل بولندا ورومانيا والمجر وغيرها للنجاة من ويلات الحرب بحزن كبير يودع سكان البلاد أحبابهم ويتركون أرضهم للعبور إلى أخرى بحثا عن الأمان المفقود نعرض 6 صباحا زين على مصراء من منذ بلقاء منص岐ه و يقول، هناك كحينا ونحن ميزيزيزيزيزيزيزيزية أبرتازح برم بلقاء نحتاج حديث كانت يمتازح باردري نحن سنعمل ويض pigeons دائعنا أمام هذا المشهد الإنساني ناشد الرئيس الأوكراني العالم بالوقوف إلى جانب بلاده وقالها صراحة لقد سألت 27 من القادة الأوروبيين بشأن مشاركة النيتو في العمليات العسكرية لكن لم يجب أحد محاسن حدارة الحدث مع اندلاع الحرب في أوكرانيا فإن الكفة من حيث العدد والعتاد تميل بلا شك إلى الجانب الروسي لنبدأ من استعراض أبرز الأسلحة التي يملكها الجيش الروسي فمن حيث السفن الحربية تمتلك موسكو سفنا من طراز كيناز أوليج وسوفروف وبالإضافة إلى غواصات نووية من طراز بوراي أي وصواريخ باليستية مطورة ومحسنة من طراز بولافا الترسانة الروسية تضم أيضا منظومات دفاعية متطورة جدا منها منظومة الحرب الإلكترونية خارة سوفا وأربعة منظومات دفاع جوي هذه المنظومة تسمى بانسير اس ون وكي ثيرتي ثري القوات الروسية تمتلك ترسانة صواريخ باليستية مثل صاروخ سارمات المجنح صاروخ آفانجارد ومنظومة كينجال أما كييف فقد حصلت على حزم مساعدات عسكرية مختلفة من حلفائها بما يشمل المنظومات الدفاعية والأسلح الفتاكة من بينها صواريخ سينجر ومنظومة غافلين الشهيرة المضادة للدروع أوكرانيا تسلمت أيضا صواريخ دفاعية من بريطانيا منها صواريخ NLAW المضادة للدبابات وكذلك صواريخ AT4 السويدية وهي صواريخ مضادة للمدرعات والدبابات وصواريخ LAWM72 المضادة للدبابات والتي يتم تصنيعها في النرويج الجيش الأوكراني يستخدم أيضا بشكل فعال دبابة T55 و 64 والتي تعتبر الأكثر شعبية كما يستخدم عددا كبيرا من أنظمة الصواريخ المختلفة بما في ذلك سابسان ترجمة نانسي قنقرات لعيدة لربة مصدقائية اشتركوا في القناة 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 المرة الثالثة من بيروت ينضم الينا الباحث السياسي الاستاذ يوسف مرتضى ومن لندن ارحب بالكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد القواص ومن كييف الاكاديمي والمحل السياسي البروفيسور خليل عزيمة من واشنطن ارحب بالدكتور ادمون غريب واستاذ العلاقات الدولية مرحبا بكم جميعا ونشكركم شكرا جزيلا على الوقت الذي منحتمونا اياه خلال هذه التغطية واسأل الاستاذ البروفيسور خليل فيما اذا كان المزاج الداخلي الاوكراني من خلال متابعتكم للاعلام الاوكراني يحمل الحكومة الاوكرانية او الرئيس زيلانسكي بعض المسئولية فيما وصلت اليه البلاد الى هذا الحال بالقرب الشديد من الناتو مثلا وردت الفعل الروسية او لا اصف واحد باتجاه هذه العملية العسكرية بالتأكيد دعني بداية انوه حتى لا يفهم كلامي انا من اكثر الناس اللي كتبوا وانتقدوا فيها الرئيس زيلانسكي بامور كثيرة وحتى انا لم اصوت يعني السؤال مناسب لك التالي سيكون رأيي هو موضوعي وليس انحيازا لأي حزب او لأي شخص بالتأكيد هنا الوضع العام رغم دعني نؤكد رغم انخفاض شعبية زيلانسكي بالفترة الاخيرة نعلم انه في فازة بالانتخابات كانت الشعبية 70% بالفترة الاخيرة وصلت الى 18% الى 23% تتراوح اذا انخفاض شديد في شعبيته حاول ان يرفع شعبيته من خلال فتح ملف وقضية ضد الرئيس السابق بوريشينكا والتي اعتبرها بوريشينكا قضية سياسية لكن برغب ذلك النظام العام هنا في اوكرانيا الرأي العام هنا يؤيد الرئيس ويؤيد الحكومة وخاصة طبعا دعني هنا انوه انه وردت اثناء المداخلات بصيغة معاكسة ان الشعب الاوكراني يحقد على روسيا وعلى الامبراطورية لكن بالحقيقة هي الموضوع مختلف وعكسي المشكلة هنا يعلم الاوكران ان روسيا لا تعترف فيهم كامة ولا تعترف فيهم كدولة ورأينا الخطاب بلاديمير بوتين الذي شطب اوكرانيا عن الوجود وخاصة هو ركز على الحقبة السوفياتية ولم يركز على كييفسكيروسيا التي هي الامارات في كييف والتي كانت موسكو التي كانت روسيا تابعة لكييف الحالة عكسية كييف كانت عاصمة كييف كانت عاصمة كييف كانت عاصمة وموسكو في هداك الوقت لم تكن موجودة حتى وكانت روسيا تابعة للعاصمة كيام هذا يشعر فيه الأوكرانيون وخاصة كثير من الأوكرانيون يعتبر الحقبة السوفيتية هي احتلال وهي حاولت بشكل كبير أن تضغط على القومية الأوكرانية كما الحال في بقية الجمهورات السوفيتية بقرض اللغة الروسية كلغة رسمية في فتح الاتحاد السوفيتي لذلك الجو العام هنا يؤيد الحكومة ورأينا اليوم تطوع 18 ألف شخص ووافقوا على حمل السلاح وتم توزيع السلاح عليهم طيب أستاذ يوسف هل ثمت نقاط يمكن من خلالها أن يقال بأن الرئيس فلاديمير بوتين على حق بهذه العملية العسكرية من وجهة نظر الروس طبعا يعني ليست وجهة نظر الأستاذ يوسف النقاط التي على أساسها جاءت هذه التحركات من أجل ما يصفه الروس بأنه يعني الناتو على حدودهم وأوكرانيا ستكون منصة لإطلاق الصواريخ كما يقول بوتين صحيح يعني طبعا هناك مبررات بس هل كان يفترض الأمر إلى عملية عسكرية أما ممكن كان التمادي في البحث من أجل إيجاد مخارج ديبلوماسية يعني بدون شك أنا رأيي الرئيس زيلنسكي والحكومة الأوكرانية يعني تورطوا في موضوع الاستعجال بالانضمام للحلف الأطلسي في الوقت الذي كما سمعنا زيلنسكي نفسه أنه لم يرى تجاوبا من الحلف الأطلسي لانضمام إليه فلماذا هو يستفز روسيا وجغرافيا يعني أوكرانيا هي جزء من مساحة الأراضي الروسية يعني عمليا وبالتالي حضور الحلف الأطلسي في أوكرانيا يعني تهديد أمني مباشر لروسيا ولنكن واقعيين موسكو طرحت منذ البداية إقامة يعني أمن جماعي في أوروبا وطرحت عدة احتمالات الاحتمال الأول اتفاقية حول الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى بين الحلف الأطلسي وروسيا ثانيا طالبت بعملية اتفاقية ميسك يعني ضغط على أوكرانيا الاتفاق على موضوع ميسك وثالثا طلبت عدم ضم أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي وكان على هذا الأساس مستعدون للقيام بأي اتفاق ثم كان هناك اتفاق بين روسيا والحلف الأطلسي بين روسيا وأوروبا وأمريكا اتفاقية اسمها الأجواء المفتوحة اتفاقية الأجواء المفتوحة كانت تقضي بأن أي عملية عسكري أي مناورات عسكرية يقوم بها الحلف الأطلسي في أي بلد أوروبي يجب أن يخطر الروس بذلك كي لا يفهم أن ذلك عدوان على روسيا وكذلك على روسيا عندما تقوم بأي عملية أو أي مناورة يجب أن تخطر الحلف الأطلسي أو الغرب كي لا يفهم أنه عدوان وهذا خرج منها الأمريكيون هذه الاتفاقية وتابع ذلك مع رفع شعار انضمام أوكرانيا لحلف الأطلسي إجراء مناورة قبل أربعة أشهر في البحر الأسود لأساطير الحلف الأطلسي ما كان ينذر بتهديد أو تهويل بالتهديد لروسيا لاستنفارها الأمر الذي استدعى استنفار روسيا ووضع قوات بلغة بحدود 150 ألف مقاتل على حدود أوكرانيا وهنا كان زيلنسكي أنا رأيي كان يجب أن يستجيب إلى العمليات الديبلوماسية لتفادي مثل هذه الحرب ولكن أعتقد الغرب كان يشجع زيلنسكي على التمادي عندما رفض الغرب تحدث مع زيلنسكي أن هذا حقه أو منعه من القول به لماذا بعد سبع سنوات العزمة الأوكرانية اليوم يعود ويطرح ضرورة انضمام أوكرانيا لحلف الأطلسي بدون شك روسيا تدرك أن هذا يمثل قطر كبير عليها طيب دكتور محمد ميثاق حلف النيتو فيه عدة مواد يعني تتحدث بشكل غير مباشر بأنه لا يمكن ضم أوكرانيا إلى هذا الحلف والسؤال هنا إذا كانت أوكرانيا وعدت من قبل قادة حلف النيتو بأن تنضم هل استبق الرئيس الروسي هذه العملية وقام بهذا التحرك العسكري لأنه لو كانت انضمت لا ما استطاع حلف النيتو إلا أن يدافع عن دولة عضو فيه تماما هذا السؤال الكبير كنت منذ قليل أعتبرت أن هذه قطيئة استراتيجية بالنسبة للغرب بإبقاء هذه الثغرة والتالي سمحوا لبوتين أن يدخل من ثغرة هم أباحوها من خلال عدم ضم أوكرانيا ثم أنهم إذا كانوا لا يريدون ضم أوكرانيا لماذا لم يساهموا فعلا في إقامة نظام للأمن الإقليمي يسمح لأوكرانيا كما كان حال دول أخرى في أوروبا في أيام الحرب الباردة أن تكون محايدة ذات خصوصية محترمة من قبل جميع الأطراف لكن كان واضح جدا أن الغرب أيضا أنا أعتقد أن هذا الرجل الرئيس زيلنسكي لا يملك الخبرة السياسية ولا يملك الإرادة الكبرى بأن يقرر ما يريد هو أيضا كان متأثرا بأجواء تدفعه بهذا الاتجاه أولا أجواء الاستقلال عن روسيا من جهة وهي أجواء داخلية وثانيا أجواء مرحبة في هذا المرحبة بمعنى أن تكون مشتقلا وأن تكون جزء من المنظومة الغربية وهنا يمكن السؤال الكبير أنا لا أريد أن أدخل في نظرية المؤامرة أن الولايات المتحدة كما يدور في بعض الأجواء أن الولايات المتحدة هي التي استدرجت روسيا إلى هذه الحرب بالعكس يعني المسألة ليست لها علاقة بانضمام أوكرانيا إلى النات والدري على ذلك ما قاله الرئيس بوتين شخصيا في مطالعته في وصفه لهذه الدولة التي كانت خطيئة ارتكبها لينين وستلين وكل ذلك هو عنده مشكلة مع هذه الدولة وعنده مشكلة مع هذا الرئيس وعنده مشكلة حتى اليوم الناطقة باسم الخارجية تقول أننا سنذهب إلى كييف ونعتقل هذه الحكومة ونقدمها للمحاكمة يعني هم يتعاملون مع أوكرانيا بصفاتها المحافظة روسية وعليهم الاستغناء عنها سواء كان السبب له علاقة بالناتو أو له علاقة بزرينسكي يعني أوكرانيا يفترض أن تكون جزءا من روسيا ربما بعد أيام سنقرأ أكثر عن التفكير الستراتيجي الغربي من إذا كانوا سيسمحوا بهذه السابقة وبالتالي ماذا يبقى لهذا الغرب إذا كانت روسيا استطاعت تحقيق ذلك والسؤال الكبير إذا كانت روسيا استطاعت أن تتقدم بهذا الشكل فكيف سيفعلون مع دولة كبرى مثل الصين إذا ما أرادت التحرك باتجاه تايوان نعم نعم قد تفتح الشهية هذه التحركات الأخيرة طيب دكتور إدموند الملاحظ بالأمس عندما سئل الرئيس الأمريكي جو بايدن فيما إذا ستفرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يجب بايدن على هذا الموضوع مصادر الحدث تقول اليوم بأنه واشنطن ستفرض عقوبات على الرئيس بوتين اليوم أو غدا يعني مسألة العقوبات بالتقصيد ما الغاية منها؟ ما أعتقد هذا ما رأينا أن العقوبات كانت على موجات في البداية كان هناك اعتقاد بأن تأخير العقوبات وخاصة العقوبات الأقصى ستستخدم كعامل لردع روسيا أو لتوجيه رسالة بأنه إذا قامت روسيا بالغزو فأنها عندئذ ستواجه عقوبات قاسية من الغرب ومن خاصة من واشنطن ولكن هناك من انتقد هذا الأسلوب وقال كان هناك عضاء في الكونغرس يطالبوا بفرض عقوبات في البداية الإدارة الأمريكية كانت تعلم بأن هناك حدود أيضا لقدرتها في النهاية ما الذي سيعنيه فرض عقوبات على الرئيس الروسي الرئيس الروسي ليس لديه أموال في الغرب وفرضت عقوبات على وزير خارجيته لدى وزير خارجيته أموال في الغرب أن تسمع أن هناك أوليغارشيين روس موجودين في الغرب هؤلاء نهبوا روسيا وعربوا إلى الغرب هذا الكلام إلى حد كبير بعيد عن الواقع ولكن هناك قضية أخرى وهي تتعلق بأنه فعلا وهو ما تحدثتم عنه وتحدث عنه الضيوف أيضا وهو أن فيما يتعلق إذا كان الرئيس الأمريكي كان دائما يقول بأننا نحن لم نصل بعد إلى المرحلة التي يمكن ضم فيها أوكرانيا ولكن أوكرانيا لها الحق في طلب الانضماء وبعد ذلك في نفس الوقت الذي كان يقول ذلك دائما كان يقول بأن الولايات المتحدة لن تذهب إذا تحركت روسيا وعاجمت روسيا أوكرانيا فأن الولايات المتحدة لن تدخل لهذه القرب لأن أوكرانيا ليست عضو حلب شمال الأطلسي والتصريحات يا دكتور إدمون نعم التصريحات التي تأتي الآن من الرئيس الأمريكي جو بايدن يقول بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فشل في تقسيم الغرب وكأن الرئيس بوتين لوحده كان يسعى إلى شق صف وحدة الناتو هذا الموقف وهذه التصريحات ما الغاية منها؟ هل هي تبرير؟ طالما هذا سؤال مهم جدا أعتقد أن ما نراه الآن هو أن أوكرانيا هي ضحية للتنافس بين الدول الكبرى خاصة مع المتغيرات الدولية التي تعني بأن الأحادية القطبية قد بدأت تنتعي إن لم تكن تعلن قد انتهت ولأول مرة سمعنا من الجنرال ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة قبل حوالي شهر ونصف تقريبا هذا كان أول مسؤول على هذا المستوى أمريكي مسؤول أمريكي يقول يعترف بأن هناك الآن ثلاثة أقطاب في العالم هناك تعددية قطبية وبالتالي الإدارة الأمريكية ترى نفسها بأن قيادتها للغرب مهددة وهي بحاجة لتوحيد الغرب حولها والقضية الأوكرانية كانت من أفضل السبل لتوحيد الغرب تحت القيادة الأمريكية وأيضا لضمان أن الناتو الذي كانت بدأت تبرز أسئلة حول ضرورته وهميته ليس فقط من الرئيس ترامب بل حتى من الرئيس ماكرون الذي قال أن الناتو في موت سرير الآن نرى أن هذه الأزمة قد نفخت حياة جديدة في جسد حلف الأطلسي ووحدته ضد روسيا وضد الصين وأعادت إليه نوع من الأهمية والضرورة وهو القوة الضاربة بيد الولايات المتحدة طيب لنستمع الضيوف الأكارم إلى المؤتمر الصحفي للبيت الأبيض الناطق جنساكي التي تتحدث الآن ونعود إليكم الخريف الماضي نواصل تقديم هذه المساعدة وبقينا اعتصال مثيق مع الرئيس زيلينسكي وأعتقد أنكم اطلعتم على البيان الذي أصدرنا ورئيس تصل به اليوم نحن عتصال بين فريق الأمن القومي الأمريكي والفريق الأمن القومي الأوكراني ونحن ننظر في خيارات مختلفة لتقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا هل وجهت المتحدة تحذيرا إلى روسيا إذا ما استهدفت رئيس الأوكراني أو ساعت لاختطافها هل وجهنا تحذيرا لهم دعني أول أقول أننا حذرنا على مدى شهور أو على مدى أسابيع بأن أي محاولة للإطاحة بالحكومة الأوكرانية هو ضمن طموحات الرئيس بوتين وروسيا تسعى لقيام بذلك تحديدا وتقدم باتجاه كييف والقيادة الأوكرانية هو ما توقعنا طبعا استهداف رئيس الدولة سيكون عملا ذا دلالة ومروعة من قبل القيادة الروسية ولكن نظل على اتصال كما وفقا للبيان على اتصال برئيس زيلانسكي الذي أكد أنه لازال في أوكرانيا لتصدل الهجوم الروسي وأن نواصل شعور بالقلق إذا الهجوم الروسي المتواصل بالنسبة للإرشادات الخاصة بارتداء الكمامات هل سيتم تقبيقها في البيت الأبيض؟ نحن نقوم بمراجعة البروتوكولات والدكتور ويلنسكي يواصل إذن مشاهدين إحاطة سريعة للبيت الأبيض جنساكي حول ما يجري في أوكرانيا ويبدو أن ثمت مواضيع أخرى تهم الأمريكيين بدأوا يسألون عنها في مسألة كورونا والكمام وإلى ما هناك أكدت العقوبات على الرئيس فلاديمير بوتين أعود إلى ضيوفي لأسأل الأستاذ يوسف أستاذ يوسف إذا كانت واشنطن تقول حذرنا ونحذر الرئيس فلاديمير بوتين من مسألة إسقاط الحكومة الأوكرانية سابقا حذروا الرئيس الروسي من أن يقوم بعملية عسكرية باتجاه أوكرانيا اليوم دخل الرجل إلى هذا البلد مسألة التحذير من إسقاط الحكومة هي خطوات تنازل واحدة بعد الأخرى تجاه روسيا من قبل واشنطن نعم فضل السادس قطع الصوت عندي طيب أنا بدي استعيد الحديث السابق كما سمعنا أن بايدن صرح بوضوح منذ بداية الأزمة أن إذا روسيا واجهت أو هاجمت على أوكرانيا فأمريكا لن تتدخل عسكريا وبالتالي هذا كان عمليا أنا بتقديري موقف مطمئ لبوتين أن أمريكا والحلف الأطلسي لن يتدخلوا عسكريا لأن أوكرانيا ليست عضوة في الحلف الأطلسي وأنا أعتقد هذه كانت إشارة تشجيعية لبوتين بهذا المجال اليوم أنا سمعت أيضا تصريحات فرنسية وبريطانية وإلى آخره يقولون للرئيس زيلنسكي نحن مستعدون لضمان حياتك يعني إذا أردت أن تهرب فنحن سنضمن حياتك بالتأكيد وبالتالي هذا أيضا يعني يتطابق معي وقال اليوم عن أنه هدف بايدن هو إسقاط الحكومة الأوكرانية عفوا هدف بوتين وأن بايدن يحذر بوتين إسقاط الحكومة الأوكرانية يعني هذه تحذيرات وخطبات لا تقدم أي شيء مادي في هذه المواجهة بصراحة إلا إذا مزيد من طورية روسيا ومزيد من طورية الشعب الأوكراني في مواجهة الهجوم الروسي على الأرض وأنا أعتقد أن الغرب وتحديدا بلاد المتحدة الأمريكية مرتاحة جدا إلى المشهد الحاصل اليوم في أوكرانيا وعلى تدعياته المستقبلية على روسيا وعلى أوروبا وأنا أكدت في البداية أنها كانت لحظة عظيمة لبايدن للإدارة الأمريكية بعادة الإمساك بالحلف الأطلسي وبالاتحاد الأوروبي وعمليا هذا سيكون قوة إضافية لبايدن في مواجهته المقبلة مع الصين في تايوان المواجهة التي ستحصل خلال الأشهر قريبة هذا درس نعم هذا تدريب إذا صح التعبير للإتحاد الأوروبي كيف سيصطف في مواجهة مع العقبتين أمام استعادة أمريكا لنظام القطب الواحد والتي يعيقها روسيا والصين طيب باعتقد هذه عملية ستطول والاحتمالات كثيرة في هذا المجال طيب نستمع إلى المؤتمر الصحفي ونعود إلى الضيوف ورئيس الصين لدعم هذه المساعد أدرك أننا اليوم الوكالة الدولية للطاقة عاقة اجتماعا غير رسمي جرى خلاله بحث الخيارات التي يمكن اتخذها خلال الأيام والأسابيع المقبلة للتصدل لتقلبات للصحار في أسواق الطاقة العالمية وبتأكيد اجتماع اليوم اتحى فرصة لمواصل التنسيق بين الشركاء ومزويد الطاقة وكذلك كان ذلك السمراء للمناقشات التي اجيناها مع المضراء الأجانب ولسيما في أوروبا وسلمواصل هذه المناقشات أما بالنسبة للصين أستطيع أن أقول أن رأي الرئيس طبعا هو أن حان الوقت لان بقادة العالم للتنديد بعدوان بوتين الصارخ ودعم شعب أوكرانيا وهذه ليست لحظة للاختفاء أو انتظار ما سيحصل لاحقا ما يحدث هو واضح كل الوضوح ومن المهم أيضا مشاركة في الجهد للحد من الآثار على أسواق النفط العالمية وليس لدي أي إضافات أخرى واستطيع أن أقول بالتأكيد أننا نريد أن نكون طرفا في الحل لمواجهة هذه المشكلة ما أقول هنا كل بلد ينبغي أن يختار الجانب الذي يريد أن يكون فيه عندما يحكم عليه التاريخ إذن كنا مع هذا المؤتمر ولحطة صحفية للبيت الأبيض أعود إلى ضيوفي وأسأل الدكتور محمد القواصي دكتور محمد إلى أي حد استثمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مسألة عدم وحدة الرأي في الناتو في الغرب بين العواصم الأوروبية وواشنطن حتى مسألة الكلام الألماني بأن ألمانيا ستكون مع ما تريد واشنطن في نورد ستريم تو نفاه وزير الاقتصاد الألماني عندما قال بأن هذا الخط لن يكون في جملة العقوبات طمام رئيس الروسي لا يحتاج إلى أن يعول كثيرا أو أن يستثمر كثيرا في تعدد هذا الغرب أولا هذا الغرب في السابيع الأولى كان الكثير من الكلام أن هذا الغرب مشتت وليس مشتت هو متعدد ولديهم مجموعة من المصالح المختلفة 30 دولة موجودة في الناتو 27 دولة موجودة في الاتحاد الأوروبي أضف إلى ذلك بريطانيا وبقية الدول الخارج الاتحاد الأوروبي وكل هذه الدول لديها مصالح وليها أمزجة وليها ثقافات مختلفة وبالتالي لذلك عندما يجتمع قمة الناتو عليهم أن يستمججوا أراءة 30 دولة وبالتالي الأمر أصعب أن يأتي القرار من رئيس واحد من رأس واحد وفراديمير بوتين في موسكو ثانيا وهذا يجب التعويل عليه أنه يجب تأمل ليس فقط الغرب هناك الصين حاليا التي تتأمل وبسادية كاملة وتتمتع بموقعها الجديد تلاحظ أن الولايات المتحدة تناشد الصين التوسط والرئيس بوتين لم يتحدث في الساعات الأخيرة عن التفاوض مع الحكومة في كييف إلا بعد ضغوط من الصينيين وأنت تتكلم يا دكتور محمد القصف يتجدد على العاصمة الأوكرانية كييف والصور التي تظهر معنا مباشرة الآن أعضاء مجلس الأمن يحملون العلم الأوكراني خارج قاعة الاجتماع هذه الصور تريدنا بشكل مباشر هم يحملون العلم الأوكراني لا أدري إن كان لهذه الصورة وهذا المشهد دلالة يمكن أن تكون واقعا على الأرض باتجاه خطوة ما دكتور محمد سريعا يعني هذه دلالة رمزية لكن القرار بداخل مجلس الأمن حتى لو توصلوا إلى قرار فالأمر ليس مهم في ما يحصل في أوكرانيا حاليا القرار لن لن يمر بسبب الذات والروسي على الأقل لكن على الأقل في رمزية أن هناك في رأي عام دولي حاليا ينظر إلى هذا الأمر بعين أخرى وقد يتطور ليصبح فعلا أغلبية هذه الدول في العالم ضد ما يحصل في هذه الدولة طيب أسأل الدكتور إدموند عن مسألة المواقف الموحدة ما بين دول النيتو وكذلك واشنطن ألمانيا مستشارها قال بأنها ستكون مع واشنطن في العقوبات فيما يخص نورد ستريم 2 الحزب الديمقراطي نعم نشاهد مباشر هذا القصف على العاصمة كييف عذرني دكتور إدموند سنتابع نحن هذه الصور تريدنا بشكل مباشر وصفارات الانذار تدوي الآن في كييف هذه المشاهد تريدنا بشكل مباشر مشاهدين مشاهد لتجدد القصف على العاصمة كييف وسماع دوي صفارات الانذار موسيقى موسيقى إذن هذه المشاهد تريدنا بشكل مباشر نعتذر من الضيوف الأكارم هناك متابعة لما يجري دكتور إدموند كنت أسأل عن الموقف الألماني والوعد بأنه سيكون مع واشنطن في مسألة العقوبات حزب الخضر الذي يسيطر على وزارة الخارجية هناك خلاف مع الديمقراطي المسيحي الذي يمثله المستشار والمستشارية فيما يخص هذا الموضوع الخلاف الداخل الألماني ممكن أن يؤثر على مسألة استيراد الغاز وعدم تعطيله كما تريد واشنطن أولا فعلا هذا سؤال مهم وذلك لأنه في البداية الروس الألمان قيادة الألمانية على الرغم من وجود خلافات داخل اتلاف الحاكم في ألمانيا وخاصة أن حزب الخضر كان له موقف أكثر تشددا تجاه الروس وكان الموقف الألماني بأن القضايا الاقتصادية يجب فصلها عن موضوع خاصة موضوع الخط نوردستريم 2 يجب فصله عن العقوبات وعندما زار الرئيس المستشار الألماني الرئيس بايدن فأن الرئيس بايدن هو الذي تحدث قال سنغلق خط بينما لم يقل شيئا المستشار المستشار الألماني وبالتالي هذا أيضا يثير أسئلة حول سيادة الدول ومن هو الذي يقرر إلى بايدن بايدن فأوكرانيا تواجه غزوا لها وبالتالي لا يمكن نفسه عن ذلك لن نفسه عما نقدمه لأوكرانيا وسنواصل التوخي الحذار بشأن التفاصيل التي نقدمها نحن ندرك أن لديهم وسهل دفاع عن أنفسهم وهذا ما تقوم به دول أخرى ديفيد تفضل لك أن تقول أنكم تواصلون شحن معدات دفاعية إلى أوكرانيا دعني أعبر عن ذلك بهذه الطريقة نحن لا نتحدث هنا عن الجهد القاضي بمساعدتهم لدفاع أنفسهم وتقديم مساعدات في مساعدات مادية وغير مادية دعني ربما استخدم الفعل الماضي نحن نواصل تقديم المعدات لهم لدفاع عن أنفسهم نحن نواصل تقديم الدعم لهم حاولت أن أوضح لك أن هذا العمل لم ينتهي وإنما هو عمل متواصل تفضل شكرا جان لدي سؤال عن روسيا وكوريا الجنوبية كما تعلم أن روسيا قالت أنها سوف ترد إذا تدخلت أي دول في الصراع ما تعليقك على ذلك؟ تعليقي عن ماذا؟ عفوة لك أن تعيدي السؤال قالت روسيا إذا كان هناك تدخل الدول الأجنبية فإن الرد روسيا فيكون صارما سوف نقوم بكل ما نستطيع للدفاع عن بلادنا وكما قال الرئيس سوف نبدل كل ما نستطيع للدفاع عن كل شبر من أراضي نيتو وهذا التزام تجاه الشعب الأمريكي وكذلك حيال حلفائنا هذا ما استطيعنا أقوله في الوقت ذاتي قالت روسيا إذا منضمت كوريا الجنوبية إلى فرض العقوبات فسوف لن تجد موقفا مساعدا فيما يتعلق بقضايا شبه جزيرة كوريا أنت تعلم انضمام كوريا الجنوبية لحزمة العقوبات التي تفرض على روسيا نعم أنا على علم بذلك ونحن نرحب بما صدر عن حلفائنا في كوريا الجنوبية ونرحب برغبتهم في فرض العقوبات على روسيا على غير الكثير من البلدان الوقرى وأعتقد أن الرسالة واضحة كل الوضوح والرئيس بوتين يواصل في عزل نفسه وشعبه من خلال هذه الأعمال المتهورة وغير المسؤولة هذا ما يصدع الكثير من البلدان التي أوضحت بجلاء مواقفها وإدانتها لهذا الغزل لأوكرانيا ومرة أخرى نحن نرحب المساهمة في هذا المجهود من قبل كوريا الجنوبية هل تقدمون المساعدة أيها السادة والسيدات لا أدري لماذا تكررون هذا السؤال نحن نواصل توفير الدعم لأوكرانيا حتى تدافع نفسها الوضع مختلف في أوكرانيا مقارنة بما كان عليه قبل بضعة أيام وسوف ننظر في سبل أخرى للقيام بما نقوم به المجال الجوي في أوكرانيا يواجه تنازعات ودعوني أكون واضحا سوف نقدم دعم أمني إضافي لأوكرانيا ترجمة نانسي قنقرانيا ترجمة نانسي قنقرانيا